المغرب يحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثانية على المستوى القاري حسب تصنيف البنك الإفريقي للتنمية لأقوى الاقتصادات في إفريقيا من حيث مؤشر التصنيع تزويج القاصرات إشكالية تطرح تداعيات اجتماعية ونفسية خطيرة على الفتيات وضمن النشرة نلامس الأسباب والمقاربات التي من شأنها معالجة الظاهرة ومن الرباط الإعلان عن انطلاق المشاورات الوطنية والجهوية لبلورة استراتيجية ملائمة للتنمية المستدامة الأبطال المغاربة يواصلون بمراكش تألقهم في منافسات الدور السابعة للمنطقة دولي مولاي الحسن لألعاب القوى للأشخاص في وضعية إعاقة أهلا بكم يحضر معنا ضيفا في هذه النشرة سيد زكريا فرانو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس برباط مساء الخير مساء الخير شكرا لكم المغرب واحد من الاقتصادات الصناعية الأقوى في القارة الإفريقية هكذا وصف البنك الإفريقي للتنمية المملكة المغربية التي صنفت في المركز الثاني إفريقيا فيما يتعلق بمؤشر التصنيع المزيد من التفاصيل في ورقة حافظ هواري ونردين لبني وصف البنك الإفريقي للتنمية الاقتصاد المغربي كواحد من الاقتصادات الأكثر تطورا في إفريقيا فصادرات الصناعات التحويلية تمثل 21.2% من مجموع صادرات إفريقيا في هذا القطع ويأتي المغرب ثانيا في إفريقيا من حيث مؤشر التصنيع الإفريقي الذي يصدره البنك الإفريقي للتنمية وذكر تقرير لهذا البنك أن الحكومة المغربية أعطت الأولوية للتنمية الصناعية خصوصا قطاع السيارات مشيرا إلى أنه ما بين 2015 و2018 ارتفعت حصة المغرب من إجمالي القيمة المضافة للتصناع في إفريقيا من 1.7% إلى 7.6% المغرب قطع أشواطا متقدمة في صناعة السيارات وينتج حاليا حوالي 960 ألف سيارة بمنظومة صناعية متطورة ومتكاملة وقد وصل رقم معاملات هذا القطاع إلى أزيد من 100 مليار درهم سنويا ففي أقل من عقدين من الزمن استطاع المغرب أن يتميز في صناعة السيارات نصدر الأزيد من 20 دولة القطاع دينا قطاع الغيار وقطاع السيارات في المجال دي السلامة المصيلة الكهربائية لكاقتيل الكترونيك استثمرنا في الرأس المال البشري وتكوين المستمر الاستثمار والاعتماد على التكنولوجيات المتطورة البحث الدائم على أسواق جديدة وأسواق متنوعة اعتمدنا كذلك على الدكاء الإصطناعي والرقمانة المغرب اليوم كيلعب واحد دور مهم في قطاع سيارات السيارات والمجموع عدرونو عندها واحد دور مهم في هذا المنظومة وهذا الشي بفضل رؤية دي الساحب الجلالة لستور هات القطاع دي السلاعة السيارات في 2022 صنعنا 350 ألف سيارة فتنا 2021 بـ 15% وصدرنا سيارة دينا في أكثر من 71 دولار و86% متصنع اللي الدار كانت دار وبدأ المغرب خطوات مهمة في صناعة الطيران حيث شرع في استقطاب الشركات المتخصصة في هذا المجال للاستقرار في المغرب لتعزيز هذا القطاع مثل ما حدث في قطاع السيارات في السنوات الأخيرة ورغم بعض التراجع خلال سنة 2021 بسبب جائحة كوفيد-19 فقد استعادت الصناعة المغربية كثيرا من عافيتها ويعتبر المغرب من البلدان الإفريقية التي شهدت تقدما مهما في مجال تصدير العديد من المنتوجات المصنعة مثل السيارات والمعدات المتعلقة بتوزيع الكهرباء إضافة إلى الأسمد والملابس ويوجه المغرب صادراته نحو العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل ومكن هذا الأداء القوي من أن يصبح المغرب الثاني أكبر مصدر للسلع المصنعة في القارة الإفريقية وكما أسلفنا يحضر معنا ضيفنا سيد زكريا فرانو وأستاذ الاقتصال بجامعة محمد الخامس بريباط أهلا بك مرة أخرى إذن بداية سيد فرانو في مؤشر تصنيع للبانك الإفريقي لتنمية المملكة المغربية في الصدرة على مستوى الشمال الإفريقية وفي المرتبة الثانية قاريا أسألكم عن عناصر قوة الصناعة المغربية التي بوأتها هذه المكانة القارية نعم لا يخفى اليوم على أن المغرب أصبح من الرواد فيما يخص المجال للتصنيع وكذلك في مجال التطوير الصناعي الذي تعرفه إفريقيا وهذا ما أشرت إليه في تقريرها في تقرير البنك الإفريقي للتنمية والذي أشار على أن المغرب يحتل مرتبة الثانية من بين تقريبا أكثر من خمسين دولة التي تم تقييمها وكذلك هو يحتل مرتبة الأولى في شمال إفريقيا والجدير بالذكر لك أنظر بأنه المهم هو أن هذا التقرير هو ليس يعنى فقط بسنة 2022 ولكن يعنى بتقريبا أكثر من 12 سنة يعني تم تتبع الدول من 2010 إلى 2022 أو 2021 من أجل الرؤية دينامية ديال تصنع ديالها واللي كيبوهacity المغرب ولكيبوهوم المملكة المغربية واحد المكانة اللي بقى دائما هي في المرتبة الثانية فيما يخص سنة 2010 إلى سنة 2021 وهذا يبين على أن المغرب ليس فقط تم ترتيبه اليوم في سنة 2021 ولكن هناك واحدة الدينامية التي هي الدينامية على بعد كثير من 12 سنة التي تؤكد على أنه سياسات تصنع والسياسات التي يندمج فيها المغرب فيما يخص المجالات الصناعية هي سياسة ناجعة وأدت إلى أن المغرب يتبوأ هذه المكانة هناك أمر ثاني الذي جد مهم يجب الإشارة إليه وأن هذا المؤشر الذي جاء به البنك الإفريقي للتنمية ومؤشر يبنى على ثلاثة ديال ركائز هناك نجاعة فيما يخص قطاع الصناعي هناك كذلك ما يخص من المقاومات وما يسمى بالمقاومات المباشرة وكذلك المقاومات الغير مباشرة وهنا يجب الإشارة على أن المغرب في ثلاثة المؤشرات التي تكون هذا المؤشر الشامل هو في المؤشر الثاني والمؤشر ذي ما يسمى المكونات المباشرة هو يحتل المرتبة الأولى في إفريقيا يعني تعدى حتى جنوب إفريقيا وهذا اللي بغي ندخله فيما يخص بالتدقيق فيما يخص المؤتدات المباشرة فيما يخص البنية التحتية فيما يخص كذلك رأس المال البشري هناك عدة معطيات اللي خلت على أن المغرب يكون في هذا المؤشر ذي ما يسمى المقاومات المباشرة يحتل المرتبة الأولى إفريقيا ولاخدنا ما يخص الناجعة وكذلك المؤشرات الغير مباشرة كالقوا بأن المغرب في مجملها في دل العشرة سنوات أو الأحداشل سنة بقي في المرتبة الثانية وتخطى يعني عدة دول في الديناميات الصناعية للمملكة هذه المرتبة كنظن هي مرتبطة تقريباً بثلاثة القطاعات للمغرب دار فيهم واحد القفزان نوعية فيما يخص مجال تصنيع هناك القطاع السيارات كما أشرت إلى ذلك في التقرير لتقريباً اليوم أصبح المغرب له المرتبة الأولى فيما يخض هذا المجال على الصعيد الإفريقي وتقريباً مئة مليار اللي وصلنا لها هو رقم معاملة جد مهم وليس هذا هو الأهم هناك ما يسمى بما يسمى بمعدل اندماج وما يسمى بطود انتيغراسون للمغرب قدر فيها يوصل إلى واحدة مستوية جد مهمة ولتقريباً يعني في الأفق القريب غنوصل فيه المئة في المئة دي الإنتاج دي السيارات هناك قطع النسيج كذلك اللي يبوء لكيبوء المملكة هذا المرتبة الثانية وهناك كذلك القطاعات الأخرى مثل قطع الطائرات إلى آخره وفالإطار هذا كنظن بأن هناك كذلك أمر قد أشار إليه التقرير اللي هو جد مهم وأن المغرب وضع بين عشرات دي الاقتصادات في إفريقيا اللي هي اقتصادات اللي هي ما يسمى حققت قفزة نوعية في العشر سنوات أو الحداشر سنة مع الدول أخرى في إفريقيا واللي خلت بأن المغرب بالكلمات التي أخذها من تقريب يقولك بأن المغرب هو من القوى الصناعية اليوم الرائدة في إفريقيا في عدة مجالات وفقط للإشارة بالأرقام تقريبا اليوم في ناحية الصادرات فيما يخص مجال تصنيع المغرب لوحده يتبوى أكثر من 21% من الصادرات فيما يخص القطاع الصناعي وهذا يخليه بأنه من القوى الجيد المهمة وكان ظن على أنه إذا درت مجهودات فقط بسيطة فيما يخص نجاعة لمرتبطة كذلك بالقيمة المضافة التي يتم تصدرها وكذلك في الأمور الغير مباشرة لمرتبطة بعض المعطيات سوء فيما يخص دينامية فيما يخص المجالات لأن الفرق بين جنوب إفريقيا هو ما يسمى النتيج الداخلي الخام والنتيج الداخلي الخام لجنوب إفريقيا هو يفوق المغرب كنظن بأنه في السنوات القادمة أو في 5 إلى 10 سنوات يقدر المغرب أنه يتبوء المكان الأولى إذا وصلنا له هذا المستوى اللي وصلت له جنوب إفريقيا فقط في النتيج الداخلي لأننا نحن نتفوق عليها في مجالات أخرى نقمعك في نفس السياق أستاذ فرانون تحدثيه على المجالات الصناعية اللي بقيمة مضافة تحدثيه على السيارات على الطائرات ناسية صناعة الغدائية واللائحة طويلة نسألكم كيف استطعت المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية أن تتموقع في خريطة التصنيع العالمي بما يواكب التحولات للمنظومة الاقتصادية اللي تعرفها للسعيد العالمي وكان عرفوا بأنه قبل تقريبا عشراء إلى خمس سنة وكانت هناك برامج مرتبطة بتصنيع فيما يخص تطوير الاقتصاد الوطني وكان عرفوا بأنه إلا رجعنا خمسة عشر سنة كالاقتصاد يبنى على القطع الفلاحي يبنى على الاقتصاد الأولي ولم يكن هناك واحد قيمة مضافة تأتي من القطعات الصناعية هناك عدة برامج وضعات هناك بلون إميرجانس هناك عدة سياسات وضعات من أجل تطوير ما يخص المجال الصناعي وكان ضن بأن القفزة النوعية التي قام بها المغرب هي اليوم التي يهدر عليها التقرير هي فيما يخص مجال الصيارات لأننا اليوم نحن بدينا بما يسمى المناولة في السيارات ولكن اليوم ننتقلنا أن المغرب قادر على أنه يصنع سيارة تقدر تكون في الأمد القريب كان يضع ان تكون مئة في المئة مغربية وهذا hugelyعطينا القدرة على أن نلحقه فيما يخص المجال التكنولوجي وكذلك فيما يخص كذلك التنافسية الدولية بدول أخرى اليوم هي رائدة في مجال الصيارات وكن نظر بأن حتى اليوم استراتيجية التي يضعها سواء نظرة مستشرافية صاحب جلال نصر والله وكذلك النظرة الاستباقية هي أن نفتح حالفات اليوم سواء مع الهند سواء مع الصين سواء مع دول أخرى لها تقدم كبير فيما يخص المجال التكنولوجي كتخلينا أننا سيكون لدينا واحد وقع أكبر على ما يسمى في خطاع السيارات هناك كما أشهرتم إليه هناك كذلك أمر وهو جد مهم خصنا ما ننسوش بأن المغرب كذلك استطمر في الرأس المال البشري اليوم نحن لدينا كفاءات مغربية التي هي قادرة على أنها تقوم بصناعة السيارات واليوم ما يتم إنشاؤه في المغرب من السيارات كما عشرنا إليك كثوان في رونو أو لعدة سيارات أخرى دون ذكر أسماء كانوا يعرفون بأن جميع اليد العاملة هي اليد عاملة مغربية إذن اليوم لدينا الكفاءات التي هي قادرة على المؤهلة أو القادرة على أنها تخوض ما يسمى غمار صناعة 100% مغربية لقطاع السيارات هناك الأمر الثاني ليه ومهم وأنك نظن بأن التوجوات الحكومية وكذلك البرامج الحكومية كانت تعنى بطريقة أساسية بما يخص التصنيع أو للقطاعات الصناعية لأنها قادرة على ضخ ما يسمى بالقيمة المضافة للاقتصاد الوطني واليوم كما أشرت كذلك قبل قليل كان عرفوا بأن اليوم قطاع السيارات واستطاعها أن يتفوق على قطاع الفوسفات الذي كان هو الجالب الحقيقي لما يسمى بالعملة الصعبة اليوم قطاع السيارات هو الأول فيما يخص المعاملات التجارية أو للواردات بالنسبة المغرب هناك كذلك قفزة نوعية التي جاء بها التقرير وفيما يخص الفوسفات اليوم التحول الذي جاء فيما يخص المكتب الشريف للفوسفات الذي أصبح يصنع ليس فقط يصدر ما يسمى بالفوسفات أصبح اليوم يصنع ما يسمى بالمواد التي تدخل في القطاع الفلاحي يتم تصنع كذلك بعض المخرجات من الفوسفات خلت بأنه يكون هناك ليس فقط استغلال لما يسمى بالتروات الطبيعية ولكن هناك تصنيع لهذه التروات هذه لخلات كذلك أن القطاع يؤثر بطريقة إيجابية على تصنيف المغرب فيما يخص التقرير الذي جاء به البنك الإفريقي لتنمية طيب سيد فراني فضلين عن هذه التحديات التي تعرفها الضرفية الاقتصادية العالمية أسألكم عن الأفاق أي تأفاق اليوم أمام الصناعة المغربية يعني لتواصل ذلك الإشاعة ليس فقط على المستوى القاري لكن أيضا على المستوى العالمي أظن على أنه كما أشرت لك إذا نظن التقرير بطريقة جد دقيقة وذلك بتمعونها لقوا بأن الفارق بيننا وبين جنوب إفريقيا اليوم لم يعد فارقا جد مهما كما أشرت لك هناك بعض المجالات التي يجب اليوم على المغرب أنه يطورها وكما أظن أننا غادي الفضل السياق هذا عندما تحدثت على النجاعة فالنجاعة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالقيمة المضافة التي يتم إنتاجها في القطاع الصناعي اليوم عندنا قطاعات رائدة عندنا قطاع السيارة عندنا قطاع الطائرات عندنا قطاع الفوسفات خصنا قطاعات أخرى تلتحق بما يسمى بالركب الصناعي إذا قدرنا نوصل لهذه القيمة المضافة اللي غادي في قطاعات أخرى وكن نظن هنا أنا كانت تحدث على القطاع الفلاحي الذي يجب أن يكون أكثر نجاعة فيما يخص تصدير هناك قطاعات أخرى المغرب قادرة لأنه يصدر فيها للقطاعات الطاقية التي لم يشير إليها التقرير واللي كان نظن بيننا المغرب في السنوات القادمة سيكون من الدول المصنعة لما يسمى الطاقات المتجديدة كان نظن في هذا الإطار هذا سيكون لدينا نجاعة أكثر واللي ستجعلنا ناخد المرتبة الأولى فيما يخص النجاعة هناك أمور أخرى مرتبطة بما يسمى عند البنك الإفريقي التنمية وما يسمى المؤشرات الغير مباشرة وهنا هذه مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بما أظن على أنه اليوم كتخدم عليه الحكومة وهو تجويد ما يسمى بمناخ الأعمال تجويد كذلك العلاقة ما بين الضريبة والعلاقة ما بين المستمرين هناك مرتبطة كذلك بما يخص ما يسمى بميتاق السيسمر الذي يتم وتنزله إلى آخر يكن نظن بأن الغير مباشرة المرتبطة بالسياق ما يسمى القانوني والسياق الجبائي إلى آخر يكن اليوم يتم تطويره إلا قدرنا نلعب على هذه الأمور هذا يكن نظن بأنه في أفق خمس سنوات عشر سنوات يقدر المغرب يصبح هو الأول فيما يخص المؤشر ذي التصنيع وكان نظن على أنه هو الآن يتنافس مع جنوب إفريقيا وهي دولة متقدمة خصنا ما نساوشد الأمر هذا وهذا لا يمكنه إلا أن نفتخر بها لأن المغرب اليوم ينافس دولة متقدمة من جنوب إفريقيا ويجب إشارة كذلك على أنه المغرب عندما دخل في عشر الدول الأولى نحن اليوم ما بين عشر الدول الأولى التي تصنفهم البنك الإفريقي الاثنمية وهذا يعطي واحد القوة مقارنة بالدول الأخرى التي جاءت مثلا فيما يخص يعني الصنف العشرة الثانية والعشرة الثالثة إلى آخره اللي كتخلي بأن المغرب عنده واحد الباء اليوم واحد القدرة متفاوتة مع دول أخرى لبعض المراتية دول في شمال إفريقيا اللي كنعرفها اليوم اللي كتحاول على أن نتحق بذرقب ولكن كنظر بأن المغرب اليوم عنده أشواط مهمة لقطعها في عدة مجالات ومنها المجالات التي أشار إلى التقالية للبنك الإفريقي الاثنمية سيد فيرانو تفضل بالبقاء معنا ومن الصناعة إلى التجارة حيث تحضر التجربة المغربية في أشغال اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا وفد عن البرلمان المغربي يشارك في اجتماعات تنعقد تحت عنوان تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية ورش كبير من شأنه إحداث سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية ويتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات مواضيعتهم المواطن الإفريقي بصفة مباشرة أبرزها الارتقاء بأنظمة التعليم في إفريقيا حكامة الهجرة وتنقل اليد العاملة والمساواة بين الجنسين في الفضاء الرقمي ومن جنوب إفريقيا تنضم إلينا اللحظة مباشرة سيدة هنأ بن خير عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين وعضو البرلمان الإفريقي أهلا بك سيدتي شكرا على الاتباطة شكرا لكم مرحبا بديتنا سيدة بن خير لو تقريبين من مشاركة الوفد المغربي ضمن أشغال اللجن الدائمة للبرلمان الإفريقي في إطار أشغال البرلمان الإفريقي المقام بجوهان صوت بجنوب إفريقيا الوفد المغربي حاضر بقوة مشاركة قوية داخل اللجن الدائمة تموقع قوي كذلك داخل اللجن الدائمة ومكتسبات حقيقية حققها الوفد المغربي وذلك من خلال ترأس تجمع الشباب الإفريقي وكذلك دفاع مستميث عن الوحدة الترابية البغريبية بكل الفرص التي تتاثلها سريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية تصدر نقاشات اللجن الدائمة للبرلمان الإفريقي أين تتجلى أهمية إحداث هذه المنطقة وبأي آثار على المواطن الإفريقي؟ أكيد إتفاقية ذكاف والتي سوف تمكن من إحداث سوق قارية ممحدة بحجم 1.3 مليار مستهلك سوف تمكن من تحقيق اكتسبات حقيقية يعني ذلك من خلال إنقاذ 30 مليون مواطن إفريقي من الفقر وكذلك تحسين دخل الـ 68 مليون إفريقي بالإضافة إلى ذلك والأهب هو زيادة الثروة القارية بنسبة بـ 450 مليار دولار طيب تفضلي بالبقاء معنا سيدة من خير أعود الأكسيد فرانو تسريع تنفيذ منطقة تجارة الحرة القارية الإفريقية كيف يمكن لهذا الورش الكبير أن يساهم في خلق سوق موحدة للسلع والخدمات ومن خلال يعني تعبيق التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية هو صحيح هذا النقطة كتبقى نقطة سوداوية فيما يخص تعاملات ما بين الدول الإفريقية وكنتظن بأن المغرب يقوم بمجهودة جبارة من أجل أن تكون هناك تكاملات سواء فيما يخص الاقتصادات الإفريقية لأننا عدنا في إفريقيا جميع المقومات من أجل أن نكون يعني عدنا القدرة أننا نستغناء على ما يسمى بالدول الأخرى مثل أوروبا وإفريقيا طاقات متواجدة في إفريقيا هناك القدرة الفلاحية المتواجدة في إفريقيا إلى آخره اليوم حتى فيما أشترنا في التقرير البنك الإفريقي هو يتحدث كذلك على ما يسمى بالمنطقة الحرة وما يسمى زليكاف وفض الإطار هذا هو يؤكد لأنه من بين العوامل التي تؤدي إلى عدم نجاعة التبادلات التجارية مبين الدول الأفريقية هو ما يسمى لكو يعني ما يسمى بالنفقات نعم ما يسمى بالنفقات التي يتم تؤديتها عن طريق الجامريك أو عن طريق التبادل التجاري اللي تقدير لأنه تكون هناك واحد نقص في التعامل ما بين الدول الأفريقية الوضع هذا ما يسمى بالمنطقة الحرة أو زليكاف كنظر بأنها ستعطي واحد القدرة بنسبة سواء الاقتصادات مثل المغرب ليه اقتصادات ليه متمكنة في عدة مجالات أنها توضع المنتجات ديالها بأتمنة جد مهمة في السوق الحراء كذلك ستستفد من ما يسمى بالتنقلات ما بين الأشخاص والتنقلات ما بين رؤوس الأموال دون أن يكون هناك تعارف لهذه التنقلات هذه وهذا سيؤدي لأنه البضاعات التي سوف تنتجها وكذلك الصناعات التي يتم تطويرها ستكون القيمة المضافة ديالها جد مهمة وكذلك الأتمنة ديالها في متناول الدول الإفريقية نحن نعرف بأن اليوم على بعد 15 سنة نحن نتوقع لأن إفريقيا سيكون فيها أكبر عدد سكان في العالم هناك كذلك طبقة متوسطة التي ستكون الأكثر أهمية بالنسبة العالم وهذه تشكيل سوق جد مهمة سواءً بالنسبة لجميع الدول الإفريقية إذن إذا وضعنا هذا ما يسمى بالمنطقة الحراء سيكون هناك واحدة تبادلات أكثر أهمية لتقدر توصل كماشارات إلى ذلك السيد المستشار لتقريباً كثر من 400 مليار اللي غتخليه بأن جميع الاقتصادات غتقدر تستافد ما يسمى إحنا نسميه لزيفيد سينغجي يعني التكاملات ما بين الدول وغتخليه بأنه الدول الإفريقية سوف تستفيد في مجملها من جميع النواقص التي تتعاني من اليوم سواء عن طريق الأغذية أو كذلك عن طريق ما يسمى بالسيارات لأننا نعرف بأن هناك واحد نقص حاد في السيارات في القرى الإفريقية وعدة منتجات أخرى اللي محتاجة لها القرى الإفريقية وكن نظن بأن أول مدخل هو أنه يكون الرفع دي ما يسمى بالحواجز سوى الحواجز المرتبطة بالضرائب الحواجز المرتبطة كذلك بالنقل إلى آخره إلى آخره واليوم الإفريقية اليوم إحنا عندنا تقريباً 3 إلى 4 دي الميناءات مهمة في إفريقيا المغرب إن شاء الله سيكون عنده جوج هناك ميناء طانجلي وأول ميناء اللي يخليها بوابة بالنسبة لإفريقيا لجميع المنتجات وكذلك بوابة خروج بالنسبة للصادرات وهناك اليوم ميناء الدخل الذي يتم تأسيسه اللي غيكون تواب بوابة أخرى واللي غيقدر يخلي وحد 3 دي المنافذ اللي يزنع لي ميناء اللوماء أو الميناء دي الجنوب إفريقيا اللي غيخليه بأن القرى الإفريقي يكون عنده جميع المكونات اللوجستيكية زائد ما أشرتهم لي المنطقة الحرى اللي غيط تخلي التنافسي دي القرى الإفريقية تكون أكبر ونحن نعرف بأن هناك كذلك نواقص عند بعض الدول هناك مشاكل فيما يخص التغذية هناك مشاكل فيما يخص الصناعات الفلاحية هناك مشاكل كذلك فيما يخص الولوج إلى ما يسمى بالمواد الغدائية إذا وضعنا هذا ما يسمى بالمنطقة الحرى غيط يتخلي بأن هناك واحد العلاقة رابح رابح ما بين الدول اللي ممكن يكون عندها واحد المواد اللي تقدر تستفيد منها دول أخرى وغيخليها دي يكون واحد تكامل بالنسبة الإفريقية وكان ضمن بأن حتى التوجه دي صاحب الجلال نصره الله في النظرة ديالو بالنسبة لعلاقات المغربية الإفريقية هي نظرة تكاملية نظرة تآخي ونظرة تآذر حتى فيما يخص المجال الاقتصادي أعود إليك سيدة بن خير يعني حضرتم أشغال لجنة التجارة والجمارك والهجرة بالبرلمان الإفريقي إلى أي حد لمستم اهتمام الأفارقة بالتجربة المغربية الرائدة في هذا المجال أكيد هناك إشادة كبيرة بالتجربة المغربية وكذلك الإنجازات المهمة التنوية في الاقتصاد المغربي وذلك قد استعرضنا التجربة المغربية في مجال صناعة السيارات التجربة الريادية كذلك والفطوات المهمة في مجال صناعة الطيران والإستثمار في مجال الأسمدة وكذلك الورش الملكي السامي الذي يقوده صاحب جلال الملك محمد السادس نصار الله من أجل خلق سيادة الفحية وذلك من خلال خلق أول مصنع للقاحات وبيوت تكنولوجيا وكذلك التطور في مجال السكك الحديدية الوطنية وهذا ما يمكنه كذلك من التأكيد على أن الحقيقة تبوء المغرب الريادة في المستوى شمال إفريقيا في مجال التصنيع المرتبة الأولى في مجال التصنيع المستوى شمال إفريقيا والمرتبة الثالثة على المستوى القادم سيد هنا بن خير عضو فريق الالتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين وعضو البرلمان الأفريقي شكرا لك الشكر الموصول لسيد زكريا فرانو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط شكرا لكم شكرا لكم رحبا والسياحة تنتعش بقوة وتعود إلى سابق عهدها بعد عامين تأثرت فيها كل القطاعات عبر العالم بتداعية جائحة كورونا الأرقام تتحدث عن نسب ملئة تسجلها الوحدات الفندقية المغربية باختلاف المناطق والوجهات المغربية وتعدد مؤهلاتها وعنصر الجذب فيها تتقدمها حفاوة المغرب وجهة المغرب بغناها وتنوع مؤهلاتها وخصوصيتها التي تنهل من حضارة ضاربة في عمق التاريخ كانت حاضرة ببرلين والمناسبة تنظيم معرض برصة السياحة الدولية المشاركة المغربية في فعالياته تميزت بالتوقيع على عدة شراكات استراتيجية وتوطيد التعاون السياحي بين المغرب وألمانيا التي تعد السوق الرابع للسياحي الوفدين من أوروبا وانتعاش ملموس تعرفه كذلك حركة النقل الجوي بمطاري الناظر العروي بنسبة استرجاع تصل إلى مئة وثلاثة عشر في المئة مقارنة مع سنة تسعة عشر وألفين نتائج واعدة هي ثمرة إعادة تهيئته وتوسعته ليترجم سياسة الطيران المدني الهادفة إلى الرفع من القدرة الاستعابية للمطارات نبيل عزرقان وسامير بركة الراغبون في التوجه إلى مدينة الناظر بكل يسر يجدون أمامهم خدمات مطار الناظر العروي منشأة متكاملة بطاقة استعابية تبلغ مليوني مسافر في السنة أشغال تهيئة المطار قبل سنتين مكنت من توسعته على مساحة عشرين ألف متر مربع وضخ دينامية في حركة النقل الجوي ليحتل المرتبة الأولى على مستوى جهة الشرق والسابع على المستوى الوطني من حيث النقل الجوي أشغال التوسع وإعادة التهيئة جعلت المطار في حلته الجديدة يضاهي المطارات العالمية من حيث الجمالية والمرافق والخدمات أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج أصبح بإمكانهم معانقة أرض الوطن كلما استبد بهم الحنين إلى الأهل انطلاقا من رحلات من عدة دول وسلاسة في استكمال إجراءات السفر في زمن قياسي تلقى استحسانا من المسافرين حركية دؤوبة للنقل الجوي بمطار النظور العروي على مستوى الربط الجوي الوطني والدولي تسجل تعاشا ملموسا مؤشرة إيجابية في أفق تحقيق أهداف سياسة الطيران المدنية الرامية إلى الرفع من القدرة الاستعابية للمطارات عرف مطار النظور العروي تعاشا ملموسا على مستوى حركة المسافرين حيث سجل ما يفوق عن 837 ألف مسافر برسمة سنة 2022 أي بنسبة أنه متصل إلى أكثر من 8% مقارنة مع سنة 2017 وبالنسبة لحركة الطائرات ذهابا وإيابا بهذا المطار فقد سجلت كذلك سنة 2022 رقم 7400 رحلة أي بنسبة أنه متصل إلى أكثر من 13% مقارنة بـ 2016 مطار النظور العروي منشأة متكاملة الخدمات بمواصفات عالمية الانتعاش الملموس للنقل الجوي به بوءه الريادة على مستوى الجهة وتطلعون إلى زيادة قدرته على الربط الجوي وطنيا ودوليا إسهاما في تحريك الدينامية الاقتصادية ليس في قليم النظور فحسب بل الجهة الشرقية بأكملها من النظور للأولى نبيل أزرقان وسامير بركة وينضم إلينا اللحظة سيدة الشام رحيل مدير مطار النظور العروي مساء الخير سيدي مساء الخير سيدي إذن بداية سيدة رحيل واش تمكن المطار حاليا من استعادة النشاط المعهود ديالو من بعد الفترة ديالجائحة بالفعل فقد عرفت ولله الحمد حركات الطيران الجوي انتعاشا من الموسن خلال سنة 2022 حيث تمكننا ولله الحمد متجاوز مستوى النشاط المسجل خلال سنة 2019 وذلك باستقبال حوالي 837 ألف مسافير أي بنسبة تصل إلى 8% وفيما يخص حركة الطائرات فقد استقبال المطار أكثر من 7400 تريح لدهابنا وإياما إلى النظور خلال السنة الماضية بارتفاع تجاوز 17% مقارنة مع سنة 2019 وفي مطلع السنة الجارية يلاحظ استمرار هذه الدينامية على مستوى حركة النقل الجوي حيث استقبال المطار خلال شهر يناير المنصارين أكثر من 60 ألف مسافير بنسبة نمو تفوق 13% مقارنة مع نفس السنة المرجعية التي هي سنة 2019 طيب هذا الانتعاشا سيد رحيل من بين أسبابها أشغال التوسعة التي مكنت من زيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين فأسألكم عن تأثير ذلك على دينامية النقل الجوي سواء على المستوى الوطني أو الدولي وكذلك إنعاشا سياحة بصفة عامة تماما فقد تم بفعل خلال سنة 2021 تشغيل المحطة الجديدة لمطار النظور العروي هذه المحطة التي تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 20 ألف متر مربع وتتبلغ طاقة الاستيعابية 2 مليون مسافر في السنة أي أربع مرات الطاقة الاستيعابية التي كانت مسجلة في المحطة القديمة وقد مكنت هذه المشأة العصرية وتوفر على مرافق حديثة من خلق دينامية على مستوى حركة النقل الجوي هنا بالنظور وعلى نشط سياحي بمدينة النظور وبين منطقة الشرقية ككل حيث تم خلق العديد من الخطوط الجوية وتعزيز تردودات الأسبوعية مجموعة من شركات الطيران الدولية وفي هذا الإطار للإصارة فقط فمطار النظور يرتبط بـ 27 وجهة دولية وعلى المستوى الداخلي فمطار النظور مرتبط بمطاري تنجا ومطار الدار البيضاء برحلة سين في الأسبوع طيب سيد رحيل هل هناك برامج مستقبلية لزيادة قدرة المطار على الربط الجوي على المستوى الوطني وحتى الدولي نعم بالفعل في مطار النظور العروي سيعرفه خلال الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله وخلال فترة الدروة الفترة الصيفية فترة العودات الجالية المغربية في الخارج خلق ثلاث محطات جديدة أو ثلاث وجهة جديدة نذكرها هي تولوز وبازل ومطار هامبورغ كما سيتم إعادة تشغيل خطط أخرى كناس متوفرة قبل الجائحة وتوقفات كخط مدريد الذي سيرتبطه بالنظور عبر ثلاث شركات أيها هي إيبريا وريانير وشركة العربية الطير سيد الشام رحيل مدير مطار النظور العروي شكرا لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من النظور أدانا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي وأعضاء مجلس الأمن أدانا تواطئة جنوب إفريقيا مع الجزائر والبوليساريو وتبنيها غير المشروط للأجندة الجيوسياسية للجزائر ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة عمر هلال أكد أن جنوب إفريقيا تلعب مرة أخرى دور ساعي بريد جماعة انفصالية مسلحة ثبت ضلوعها في الإرهاب في منطقة الساحل رشدي كين في رد على الرسالة التي عممتها البعتة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية أبرز السيد عمر هلال أن المملكة المغربية تعرب عن بالغ أسفها لكون البعتة الدائمة لجنوب إفريقيا تعمل بمتابة وسيط لكيان وهمي لا تعترف به منظمة الأمم المتحدة وللنتائج المزعومة لمهزلة ما يعرف بالمؤتمر السادس عشر لجبهة الكيان الوهمي السيد هلال أضاف أنه كان يتعين على جنوب إفريقيا أن تتساءل لماذا تتجنب الجزائر الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي وفي كل مرة بعت رسائل البوليزاريو التابعة لها وتكلف دولة أخرى للقيام بذلك مهمة واضعة تسقط مرة أخرى القناع عن حقيقة الدولة الحاضنة والصانعة لهذه المجموعة الانفصالية فالجزائر تضعها على رأس أولويات ديبلوماسيتها ويجب أن تتحل بالشجاعة السياسية لتتحمل مسؤولية أفعالها عوض تكليف دول أخرى بتعميم البيانات الدعائية لصانعتها السيد هلال أوضح أن تسخير الجزائر لمصادر خارجية لخدمة الاتصالات الدبلوماسية يبرهن من الناحية الأخلاقية على انعدام الضمير وعدم احترام الأمم المتحدة على المستوى السياسي الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أكد أن الادعاءات التي تروج لها هذه الرسالة خاطئة بقدر ما هي متناقضة إذ أن مشاركة بعض العناصر الانفصالية التي قدمت من الأقاليم الصحراوية في المغرب في هذا المؤتمر المزعوم يعد دليلا صارخا على أكاديب الكيان الانفصالي والتأكيد القاطع على تمتع هؤلاء الأفراد تمتعا كاملا بحرياتهم في الحركة والتعبير بفضل الديمقراطية وسيادة القانون في الصحراء المغربية والحال ليس كذلك للأسف بالنسبة للسكان المحتجزين في سجن مفتوح في مخيمات تندوف تحت الإضطهاد الجزائري 8 مارس مناسبة للاحتفاء بالمرأة المغربية وإنجازاتها لكنه أيضا مناسبة للتأمل للتقييم وللوقوف على إشكاليات تعاني من تبعاتها إلى اليوم نساء أو بالأحرى قاصرات تم تزوجهن في سن مبكرة غادرنا براءة الطفولة مكرهة ليلجن عالم الكبار دون سابق إنذار روبرتاج فن شاكر العلوي وعبد علي جنوني في الوقت الذي سعت فيه فاطمة في سن الخامسة عشر سنة إلى الزواج هربا من وضع أسري هش استضمت بواقع مر قوامه عنف متواصل لم ينفع معه صبر لتستنجد بعد أربع سنوات بالجمعية المغربية لحماية الأسرة بشفشاون لتضع حدا لمعاناتها مع رجل انتهك براءة طفولتها باسم الزواج بأبشع الطرق متجوشت وانا على سنة خمستاشر عام فمتجوشت بواحد السيد يعني باجتماع جميع أنواع العنف بكل معنى الكريم العنف الجسديان لفضيان هذه الظاهرة تنتهك حقوق الطفلات وتحريمهن من حقهن في التعليم والتكوين والرعاية والحماية الأسرية وحقهن في الصحة والرفاه وحقهن في السلامة الجسدية والنفسية للأمر تدعيات خطيرة ما تتعلق الأمر بالقاصرات عنف يصل أقصى مداه قد تعانيه الفتيات القاصرات باسم الوعد بالزواج وهو ما تلخصه تجربة يسرى المنحدرة من وزان التي أصبح الطفلة ترعى طفلة في سن السادسة عشر سنة كنت عندي ربطات العام كنت كان قرارة في السابع واحد السيد غارني بالزواج تأتباه يعني كي بل أنا غيرتزواج في حال فناش ولكن بسبب ديك الوعد خسرت حياتي شي كامل السبب ديالو راجع التغرير بها من طرف واحد الشخص اللي كان كي وعدها بالزواج اللي كان كي خليها تقوم بزاف ديال الأفعال لطالما تعلق الأمر بقاصر فلا مجال للصمت بحكم حقوق تنتهك ومصير يطبعه الكثير من العنف في أغلب الحالات ولمناقشة إشكالية تزوج القاصرات بين النص القانوني وإكراهات الواقع تحضر معنا ضيفة سيدة الفاطمة الزهراء بوقيسية المحامية بهائة الرباط والفاعلة عن جمعية عدالة مساء الخير إذن بداية سيدتي تزوج القاصرات إشكالية معقدة ربما تجوزت المرتبة ديال الاستثناء في القانون إلى مرحلة الظاهرة المجتمعية المؤلقة الأسباب تقريبا كنا نعرفوها لكن نريد أن نعرفوها من خلال التجربة ديالكم كمحامية وكذلك فاعلة حقوقية فشنو هي عناصر القصور في الإطار القانوني اللي متعلق بهذا الظاهرة؟ شكرا هي في الواقع ماشي نقدرون ما نلعبوش بالكلمات ولكن نرى ماشي تزوج قصيرات وتزوج طفلات لأنه من يعني العمل اليومي ورنا أنه هناك طفلات يتم تزوجه هنا إما قصرا وإما تغريرا فهناك طفلات في سن طفولة المكان ديالهم الرئيسي هو المدرسة كان زوجه طفلة وكتربي أطفال وحتى المادة هناك المادة 19 من مدونة الأسرة التي توحد ما بين الفتاة والفتاة سن 18 سنة هو سن الرشد القانوني كان جيو المادة 20 تتيح للقادي الأسرة أن يزوج القاسر المادة 21 ستناء والمشكل شكرا المشكل هو أن هذا الستناء أصبح قاعدة فهذه القاعدة هذه هناك أرقام مهولة حصل عليها المجلس الوطني لحق الإنسان في دجانبير 2022 هناك أرقام مهولة لهذه الزوج القاسرات كان جيو المادة 22 من نفس المدونة اللي هي كتعطي الأهلية المدنية لذلك القاسر من يكي تزوج نعطيكم مثال باش سادة المشاهدين المشاهدين يعرفوا شو بالتبت أن هات الطفلة اللي كان جيبوها على 16 سنة مثلاً وكان زوجوها وكان تولد واحد الوليد ولا ابنية وهذاك الزوج ديالها كي يخليها بيدو نفقة أو لا كيتلقها كتولي هي تجوب وردهات المحاكم وما كيكونش عندها سن 18 سنة باش ما تكونش عندها واحد حساب بنكي ما تكونش عندها البطاقة الوطنية كيفش أنها غاد يمكن لها أن تقاضي هذاك الزوج وهو أب الأطفال ديالها أو لا طفل واحد ولا طفلة صغيرة وأنها تكون عندها حساب بنكي حتي لا اشتغل معها محامي وجاب لها يعني المستحقات ديالها ممكن لهاش أنها تصرفها ولو أنها كتولي هناك تنقود تنقود كبير هناك أيضا ضرب بالنسبة للدولي فوطنيا كالقول فصل 19 كيقولك بأنه سين كما قلت الفتاة والفتاة 18 سنة كنمشور السكوك الدولية والي صدق عليها المغرب اللي كتوحد أيضا سين الرشد القانوني في 18 سنة وكنجيوا وكنوليوا وكنزوجوا واحد طفلات وكيقولك بأنه العامل الاقتصادي والعامل كذا وبعض الأعرف والتقاليد في بعض المناطق النائية هي لك تجبر للوليدين لأنه في الفصل 21 كيكون أنه الولي الشرعي هو لكي اعطي الموافقة لهذاك القاصرة باش تزوج وبعض المرات هناك القاصر ذكر منك نشوفه الموافقة ديال النائب الشرعي راه هذا بيع راه التجار بالبشر لأنه خصوصا في بعض المناطق كما كتعرفوا أنهم كيديرون ذلك زواج الكونترا زواج لي هو كيدير واحد بحل رهن ديال واحد الدار منك تسالي واحد المدة كترجع له فلوسه دب هذيك البنت حتى كيتمتع بيها هذاك الزوج ويقدر يكون كبر منها بعشرين ثلاثين سنة منك تفوت هذيك المدة وكيتسالي هذو كل فلوس كيترجع له بنته كيردله كيردله فلوسه هذا التجار بالبشر سيدي طيب أمام هذا الوضع أنت حتوه يعني على المداخل الأساسية باش أننا نحضوه من هاد الظاهرة المجتمعية وبتلين على الجوة أول حاجة أنه المنع يعني إلغاء هذه المواد عشرين وواحد وعشرين واثين وعشرين من مدونة الأسرة يجب إلغاؤها لأنها لأن دستور 2011 جابنا المبدأ الملاءمة المبدأ الملاءمة الذي يتيح للقاضي المغربي أن يجعل من القوانين الدولية منها تكون تسمو على القوانين المحلية ولكن نحن قالوا المحلي ديالنبراسوك يقول لك بأنه سن ديال الروش القالوني هو 18 سنة هاد شي في الفصل ساعتاش إذا نخصنا للغيو هاد الفصل 21 و 21 تين عشرين اللغيو هاد زوج الكونترا اللغيو هاد و حاجة أخرى بنسبة لغائب هادك الزوج الطرف الثاني ما يكنجيب واحد بنسا عندها 16 سنة 17 سنة 15 سنة ما نشوفوش هادك الزوجة كيجي زوج بها شحال عندو من سنة و كيجيب بعد المرات صرا كيديلك في نفس الوقت كيديلك تعدد تبقى الفصل 40 و كده كيكون عندو جدي الزوجات و يجيبك واحد البنيتة اللي صغيرة طفلة تليكي تزوج بها كيدير هناك خرق خرقين ما كيبقاش خرق واحد فهذاك شي علاش يعني هناك تلاف دنيا لمنع تزوج الطفلات اللي كونوه واحد مجموعة ديالجمعيات الآن تشتغلوا في هذا المجال وتحاولوا أن ترسخ مبدأ عدم تزوج الطفلات والمكان ديالهم هو المدرسة أو المدرسة أو إلا ما توفقتش هذيك البنيسة أو ديالك الفتاة في المدرسة هناك أشياء أخرى تكوين شي حاجة اللي غادي يكتب بها الحياة دياله مستقبلاً طيب و إحنا كنعيش في تحولات مجتمعي لك تستدعي ربما واحد نفس جديد و إصلاحي بنسبة لمدونة الأسرة يعني في نظركم تحبتيو على الفصل 19 فشنو أبرز المقتضيات القانونية اللي يعني خصنا نجودوها و نفعلوها باش نوفروا عني حماية أكتر للنساء من العنف و التمكين ديالهم الاقتصادي و الاجتماعي في المجتمع كما كتعرفوا أنه بالرجوع إلى الخطاب الملكي ديال يوليوس 2022 هناك إشارة ملكية واضحة لمراجعة مدونة الأسرة و تغيير واحد مجموعة كبيرة من المواد التي أصبحت متجاوزة في الوقت الرهيني لأن مدونة الأسرة كانت في 4 فبراير 2004 إحنا دبا في 2023 15 سنة الممارسة نعم فهناك هذه المواد هذه خصة تبدل خصة تغيير إذن أول حاجة ركين واحد القانون ليحتوى أصدر 143 اللي كيحاول ما إمكان أنه يصلح بعد التغارات اللي كينين في المدونة وكينين في القانون الجنائي اللي كيحد من العنف الزوجي مثلاً في قانون 133 يمنعوا ولكن مشكلة أن هاد القضايا ما كتلقوهمش بساف المحاكين وهو أن الزوج ما كيبغي يطلق واحد الزوجة ديالو ينفصل عليها كيحاول ما إمكان أن دوك الأملاك ديالو كيحولهم إما في اسم أخت ديالو أو للوالدة ديالو أو لشيء الداخل المهمة يبقوش في الإثن ديالو باش ميمكن لكش أنك تثبت الوضعية المادية ديالو إذن هذه المادة القانونية 133 كيحاول ما إمكان أنه يستغرات ولكن علشنا نقوم في الحلول الترقيهية يجيب تغيير المدونة جدرياً جدرياً لصالح المجتمع ما كنقول شغالي صالح المرأة لصالح المجتمع لصالح الطفل لأننا نقول بأنه المدونة الأسرة في المغرب تتمح وروح حول مصلحة الطفل في نية مصلحة الطفل ما كنزوج واحد لبنيسة عند 17 سنة وكنخرجوها من المدرسة وكنعطيوها الواحد العائلة لذلك تقدر تحكم فيها وكتردها أنها مساعدة في الأشغال المنزلية وتكون لأسا وتغتسب من طرف الزوج ولا أحد ينادي بصغير الوداء رسالة واضحة سيدة فاطم زالة بقيسية المحامية بهائة الرباط والفاعل عن جمعية عدلة شكراً على كل هذه التوضيحات مرحباً وفي الأشغال المحام اليومية للعميد ماجدة التجاني بشرطة القضائية عبد الحميد جبران حسن سيلة وجهة الليبري مصارها الجامعي في المجال القانوني كان طريقها لتحقيق حلمها في ولوج أسلاك الأمن الوطني ماجدة تجاني هي اليوم عميد في الفرقة الحضارية للشرطة القضائية بأمن الرباط بعد حصولي على الإجازة في القانون الخاص من بعد كملت ماستر في قانون الأعمال التحقت بالمديرية العمل الأمن الوطني سنة 2020 واللي هو كان الحلم ديالي منذ الطفولة واللي تكلل بالنجاح الحمد لله والتحقت بسلك الشرطة برتبة عميد الشرطة مهم العميد ماجدة تجاني رفقة زملائها في مصالح الشرطة القضائية تكمن في معالجة الشكايات الواردة من دوائر الشرطة أو النيابة العامة وكذا معينة الجرائم جمع الأدلة وتحديد مرتكبيها قبل إحالة المشتبه فيهم على المحاكم المختصة العمل اليومي ديالي فهو لا يقتصر فقط على ما هو إداري المتعلق بالشكايات بل هناك شق ميداني اللي كنخرج فيه الشريع العام برفقة زملائها ديالي من أجل محاربة الجريمة وكذلك من أجل إيقاف الأشخاص المشبه فيهم بموجب مذكرة على السعيد الوطني وردت لي وعند معلومة بكم وعندما الشخص اللي كان بحثوا عليه وكذلك وعندما كان معين أنا غاعدكم بما كان المهام الميدانية للعميد ماجدة وزملائها بالشرطة القضائية تتطلب التنصيق القبلي والتخطيط الدقيق قبل الانتقال للعمل الميداني من شاء الله ما زال كنتمح بش أنني نتطور من القدرات ديالي أولا عن المستوى الداتي كوني كنتابع الدراسة ديالي بسلك الدكتورة بالإضافة إلى تكوين المستمر والدائم اللي كتوفر لنا المديرية العامة الأمن الوطني ومع التطير والإشراف ديال الرؤساء المباشرين والغير المباشرين العمل الميداني لمعينة الجرائم وإيقاف المشبه فيهم مهام يومية تتطلب من العميد مجدة جاني وزملائها في الشرطة القضائية كثيرا من التفاني والالتزام خدمة للأمن العام ومن مصالح الأمن الوطني إلى الدركي الملكي وتحديدا بالمصلحة المركزية الصينو تقنية التي تتولى مهمة ترويض الكلاب وتدريبها للاستعانة بها في عمليات الكشف عن المخدرات والمواد المتفجرة وهنا أيضا نون النسوة بمهمة عديدة عبد الحميد جبران سامير بركة ويوسف مزياني أحبت منذ طفولتها الكلاب المدربة وكان حلمها ولوج إحدى الأجهزة الأمنية أو العسكرية المعتمدة على هذه الحيوانات الدكية في التحريات ومحاربة الجريمة حلم حققته مريم داخل أسلاك الدرك الملكي وبالضبط داخل المصلحة المركزية الصينو التقنية بيتمارا بديت تكوين جالي في مجال تدريب سنة 2021 وقال اختار جالي على تخصص البحث عن المتفجرات لكي اعتمد جانب نظري على المعرفة جال مختلف المواد المستعملة في الصناعة جال المتفجرات وطرق البحث عنها وجانب التطبيقية على تدريب كلاب بيش تكون قادرة على أنها تقوم بجميع المهام المطلوبة منها بفضل التدريبات اليومية نسجت مريم مع الكلب غلوي من فصيلة كوكر سبانييل علاقة تطيقة وإتقان في عمليات الكشف عن مختلف المواد المتفجرة مهمة أضحة روتينية ونتائجها عالية الضحة بالعمل المتواصل وبتعليمات وتوجيهات الأطر المكوينة بالعزيمة والإصرار حلم مريم في ولوج أسلاك الدرك الملكي والعمل في فروق الكلاب المدربة صار اليوم واقعا وكلها طاقة وانخراط لخدمة وطنها في محاربة الجريمة والستباب الأمن المغربيات هنا وهناك قوة من أجل تقدم شامل ومستدام عنوان الجامعة الشعبية التي نظمتها فيدرالية النهض بالوضعية الاقتصادية للنساء بالدار البيضاء ليلة عسلي وعبد الرحمن سيان مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تهد درورية لتعزيز معدلة النمو الاقتصادية ومن خلال هذا اللقاء تصلت الجامعة الشعبية غيزوفيم الضوء على الإمكانات النسائية من هنا وهناك وتدعو إلى مشاركة المرأة في جميع جوانب السلام الاجتماعي بهدف خلق مجتمعات منفتحة ومتساوية وزارة التدامل الإدماج الاجتماعي والأسرة تدعم هذه التداهرة لأنها تتجف أيضا في إطار تفعيل البرنامج الحكومي للنهض بالوضعية المرأة خاصة رفع نسبة نشاط النساء من 20% إلى 30% فوزارة التدامل كما قلت أيضا عندها استراتيجية جديدة هي استراتيجية جسر للإدماج الاجتماعي الخصوصية اليوم هو أننا سنستمع لشهادات مجموعة من النساء اللواتي يسردن مصارتهن وتحديات التي واجهنها وكيف تفوقن عليها حتى تستفيد من تجاربهن نساء أخريات يرغبن في دخول عالم ريادة الأعمال ويحضر معنا كذلك في الجامعات الشعبية ثلث من المسؤولين الذين سيستمعون أيضا لقاء يأتي تخليدا لليوم العالمي لحقوق المرأة ويتناول ثلاثة محاور رئيسية تهم السياسات العامة للمساواة بين الجنسين وبعد التعاون الدولي التوجهات الاجتماعية والاقتصادي الجديدة وتعزيز دور المرأة وتدابر المواكبة الهدف منه هو الحديث عن مغربيات المغرب وخارج المغرب والطريقة لننمي ونحقوا الأهداف المنتظرة من مراجعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالمرأة هذا وشكل اللقاء مناسبة لاقتراح مجموعة من توصيات الهادفة إلى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بهدف تحقيق الأهداف التي استيغت في النموذج التنموي الجديد والمتعلقة بالنهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة المغربية اليوم قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول التشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومنهضة الإفلات من العقاب في المتابعة خديجة الجمالي ونوردين صابر التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات وعدم إفلات الجنات من العقاب حلقة هامة في مسار منهضة هذه الظاهرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي سياق انخراطه في الحملة الدولية للترافع ومنهضة جميع أشكال هذا العنف نظم حملة امتدت لسنة كاملة ببعد وطني وجهوي عبر الاستماع لشهادات ضحايا العنف أو ناجيات منه وأنشطة تحسيسية ولقاءات ونقاشات بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وحكوميين والسلطة القضائية والمكلفين بإنفاذ القانون والجامعات والإعلام ومكونات المجتمع المدني المجلس اختار أنه يتجاوز الحيز الزمني للحملة للأمم الدولية للمناهضة العنف ضد النساء والتي تحصل في 16 يوم لتشمل الحملة ديالو تمتد الحملة ديالو على سنة تقرير المجلس ينقسم إلى ثلاثة أجزاء تتعلق بتحليل عينة من الأحكام القضائية وملاحظة 25 محاكمة عبر جهات المملكة ورصد المواد الإعلامية المنشورة حول هذا الموضوع خلص التقرير إلى وجود مجموعة من العوامل الإيجابية التي تترجع نساء ناجيات من العنف عن التبليغ خاصة على مستوى الإطار القانوني المتقدم الذي قدمه قانون محاربة من العنف ضد النساء ولكن وجود بعض التغارات سمتلوا أساساً في عدم تدقيق العناصر تكوينين مجموعة من الجرائم تقرير يسعى إلى تطوير النقاش العمومي حول قضايا التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات وتوحيد جهود كل الفاعلين والمتدخلين حيث تستوجب مقاربة هذه الظاهرة منح النساء والفتيات ضحايا العنف أو الناجيات منها دعماً مؤسساتياً ومجتمعياً إلى يقلي مكناس حيث أعطيت انطلاقة خدمات ثلاث بنيات صحية حضرية وقروية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها منشآت ستساهم في تجويد عرض الرعاية الصحية على مستوى جهة فاس مكناس والاستجابة لانتظارة المواطنين عمد دمسمير وأنوار غماري إعادة تأهيل والتجهيز ثلاثة مراكز صحية بإقليم مكناس يرمو تعزيزة وتجويد عرض الرعاية الصحية على مستوى الجهة وإقليم مكناس على وجه الخصوص وكذا الاستجابة للحاجيات والطلب المتزايد على الخدمات الصحية فضلا عن تخفيف الضغط على باقي المؤسسات الصحية بجهة فاس مكناس كان مش حال هادي واليومات جدد وعجبنا حيث تقرب لنا بزاف الحواج اللي كانوا كانوا نمشي والبلاغي صخرين دبا عجبنا الحال حيث تشي فيه كوش متوفر احنا فرحانين به وهات جديدة اللي داروا فيه عجبتنا بزاف احنا مرتاحين هنا وكيد الله فينا كان قبطوا الدواء دينا المركز الصحي راسي غير يقدم خدمات صحية متنوعة لساكنة يفوق تعدادها ستة عشر الف نسمة عما المركز الصحي الجبابرة فموجه لساكنة تقدر بنحو عشرين الف نسمة عما المركز الصحي مجات فيقدم مجموعة من الخدمات الصحية تشمل الطب العام وصحة الأم والطفل اضافة الى تتبع الامراض المزمنة احنا اليوم كنعيشو واحد تورا في قطعة دينا الصحة للإصلاح الجيدرين لصاحب الجلالة جافر خطاب ديالو مع تعميم دينا الحماية الشيماية احنا كنت شوكي تجسد تدريجيين على أرض الواقع تأهيل هذه المنشآت الصحية يأتي في إطار سياسة إعادة هيكلة والتجهيز المؤسسات الصحية التي انخرطت فيها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبنية على تطوير نموذج جديد للمركز الصحية وقدت اليوم في الرباط ندوة صحفية همت اطلاق المشاورات الوطنية والجهوية لبلورة استراتيجية ملائمة للتنمية المستدامة في المتابعة حنان أرسلا وياسي المرافق مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تأتي بهدف ملائمتها للأورش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب وتفعيلا لنموذج التنموي الجديد وتماشيا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة استراتيجية جديدة يتم إعدادها بمقاربة تشاركية ستنطلق بمشاورات ومناظرات جهوية وطنية حول التنمية المستدامة اليوم سنلقي واحد العرض لتحيين استراتيجية الوطنية المستدامة والدور المناظرات الجهوية والتشاورات مع المواطنين والمواطنات لكي نجمعوا العراء والحلول التي يقترحوا لكي نضعوا المغرب في واحد المسار الذي هو التنمية المستدامة انطلاقا من تقييم الاستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة ما تم اعتماد توجهات ومبادئ مهيكلة لبلورة اعداد الاستراتيجية الجديدة بتحديد رؤية دامجة في إطار مقاربة التقائية السياسات القطاعية وبتعبئة جميع الفئات المعنية وبوضع خارطة طريق لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة من احواض مفتوحة لتجميع مياه الامطار الى بؤر تلوث ونقاط لتكدس النفايات وضع تعاني من تابعاته ساكنة عدد من الاحياء على مستوى تراب مقاطعة الحيل حسن بالدار البيضاء واليوم تنتظر التدخل لتصحيح هذا الوضع الذي يخلف اضرار بيئية وصحية تتزايد يوما بعد اخر بوشعب عماري واحمد حمري اوضاع بيئية وصحية حارجة تعيشها بعد مناطق جنوب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء جراء الاحواض المائية المفتوحة لتجميع مياه الامطار فعلى مستوى منطقة الرحمة ورياد الالفا والزوبير تشكل هذه الاحواض بؤر تلوث وبيئة خصبة لزيكاتوري الحشرات والفيروسات وظهور امراض جلدية هنا فاش كتكون شتاء كيفية ذاك المادة الحار مع دي الاشتاء كيتخلط لانك فاش كتشارك تشوفوا الحالة لانتو من ريحارة كشتوكيفاش متقدرش لبارك نهضرو والريحارة مأطرة علينا هنا هاد المشكل ما كين شعير هنا كين جميع الاحيات دي المخاطعة تحي الحسن كين في رياد الولفا كين في جنال لوز كين هنا جيت الماز فين كين رياد صوفيا دروري ما كتسبب من هذا في شيء لا امراض ولا هذا كنت نترجم من السلطات المعنية والمختصة في المجال الحضارة بان ما يشوفوا في هذا شيء هذا يبلغ هدد الاحواض المائية لتجميع مياه الامطار تحت ارضي 27 حوضا فيما الاحواض المكسوحة ورغم قلتها فانها تطرح اشكالا بيئيا يستوجب حلا نهائيا خاصة في ظل الحديث عن مدينة ايكولوجيا تبقى معاناة الساكن المجورة لهذه الاحواض قائمة الى حين طمر هذه الاحواض بشكل كلي باقليم تزنيت اطلقت مشاريع للنهوض بالتجهيزات الاساسية والبنى التحتية للمنطقة ومن بين هذه المشاريع تزويد منطقة تفراوت والدووير المجاور لها بالماء الصالح للشرب روبرتاج سامير اسبان وياسي المعاسي منشأة ثنية على الطريق الاقليمية على مستوى التغمي باقليم تزنيت انطلقت اشغال تشهيدها في خطوة لفك العزلة عن ساكنة الدووير التي تجابه اشكالية صعوبة التنقل خاصة خلال فترة الشتاء ندرة المياه اشكالية اخرى تواجهها الضواوير بمنطقة تفراوت اليوم اطلق مشروع لتزويد اكتر من مئتي دوار بالماء الصالحة للشرب الحمد لله ارى مني جايد الممتزر كين الحمد لله ارى غادت حيداد الازمة دي الماء حمد الناس كانت يعاونوا بزف من المبزة بسيرتون تفراوت سيرتون هالدوار اللي ضيرهم بتفراوتها داي غير فلوا داي تزكى قرضي ميا هذه السنوات الماضية عرفنا ندرة المياه بمنطقة تفراوت ككل نظرا لقيلة تساقطات المطارية كذلك حين تفراوت ما عرفش تساقطات مطارية مهمة منذ 2014 مشروع تزويد مركز تفراوت والدووير المجاورة بالماء الصالحة للشرب تصل كلفته الاجمالية لـ 180 مليون ترها هذا المشروع جاء استجابة لحل الرغبة مليحة لساكنة المنطقة واللي الحمد لله في نهاية المطاف اعتادت هذا المشروع اللي كيتم جرم من منطقة توراس بمنطقة بجمعة تسريت على بوحت قيمة 50 كيلومتر كانت فرصة كذلك للتعرف على أهم المشاريع الكبرى اللي هي معنية بإقليم ديال تزنيس لا من خصوص السدود والتلية ولا كذلك ما هو مرتبط بالطرق والمحاور الطرقية وكذلك ما هو تعني العمل على توفير الماء الصالحة للشرب من نسبة كذلك المركز ديال تفروت اللي غايتستفدو منه أكثر من 200 دوار مشاريع التنموية تسعى إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي وتمكن ساكنته من الوروج بسلسة إلى الخدمة الأساسية وتفروت تحتضن الدورة العاشرة لمهرجان اللوز تظاهرة متعددة أنشطتها للترويج للمدينة ومؤهلاتها وأما شعارها فأرض اللوز ثروة الغد فرح سعف ويسي المعسي لليوم الثالثي على التوالي تتواصل فعالية الدورة العاشرة لمهرجان اللوز الذي تحتضنه مدينة تفروت المهرجان الذي أطفأ هذا العام شمعته العاشرة أضحى من المهرجانات الوطنية العريقة التي تروم تتمين المنتوجات المجالية اليوم جينا نشارك في هذا المعارض للوزة للدورة العاشرة وفرنا جميع الصورة لكي نشاركها وممكن نشكر جميع المنظمين اللي يوفرنا جميع الظروف وجينا نضرق وفرحنا وجينا الحمد لله المهم قاع المشاركة والمهم هذا اللوزة الزينين والحمد لله وهنا وبعنا يامس وهنا موليدك فرحانين وكل شي زين وهذا معارض زين وهله زينين أول مرة نشارك في هذا المعارض للوزة للتفروت صراحة تفاجأنا أول مرة منطقة رائعة فيها خيرات مناظر طبيعية ناس طيبين مهراجان في المستوى وعلى هامش هذه التظاهرة تم التوقيع على اتفاقيتين تتعلق الأولى بتهيئة مدينة تيزنيت فيما تخص الثانية الإقليم وتتعلق بفك العزلة وتنزيل مخطط الجيل الأخضر كان عندنا التوقيع الاتفاقية في تيزنيت التهيئة للمدينة تيزنيت وفيها عدة جوانب فيها جوانب اقتصادية كالسوق المحلي وكذلك المجزرة التي ستكون إقليمية وكذلك تهيئة الوحة تيزنيت وكذلك الاتفاقية التي تهم الإقليم والتي فيها الجوانب بديل في كل عزلاء وفيه جوانب بديل تنزيل الجيل الأخضر على الصعيد الإقليم بما فيه تنمية البشرية وتزامنا أيضا مع فعالية هذا المهرجان سيتم إطلاق مجموعة من البرامج الخاصة بتنمية الفلاحية بإقليم اشتوكا ايتبها والتوقيع على اتفاقيات مع المجالس المنتخبة تخص إطلاق العديد من المشاريع التنموية بعدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم احتضنت مدينة بوزنيقة اللقاء الوطني لمسؤول قطاع الشباب حول البرنامج الوطني لتخيم لهذه السنة فرصة لتقييم البرنامج الوطني والوقوف على جاهزية فضاءة الاستقبال عبير الملوكي وعدنا الهرس على إقاعات القانون والمندولين انطلقت أشغال اللقاء الوطني لمسؤول قطاع الشباب حول البرنامج الوطني لتخيم لسنة 2013 أكبر تظاهرة ترفيهية موجهة لشباب تاروم جعل تخيم قطرة حقيقية للتنمية والإدماج المخيم هو قطرة للتنمية هو الشعر النبا ونحن نحتفل بأكثر من مرور قرن على المخيمات أكيد مخيمات دامجة ومندمجة اللي ستجعل أطفال العالم القروي والدواشير وكذلك داخل المدن يحيشوا طفولة مبتسمة عاشقة للوطن خلال اللقاء تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والجامعة الوطنية للتخيم غايتها تأسيس مرحلات جديدة من الفعل التربوي والرفع من قيمة المخيمات نعتبر انطلاق التدريبات اللي سيكونوا يعني باش نوجدوا المخيمة الصيفي في الالفين وثلاثة وشرين باش نعود وشاركة كذلك مع الجامعة وهذه الاتفاقية مهمة جدا لأن الجامعة كيفما كتعرفوها شرك أساسي لوزارة الشباب في إطار يعني توجدت لكيكونوا ما قبل التخيم وبالمناسبة تفقد سيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ناجي بن سعيد المركز الوطني لتخيم ببوزنيقة مركز بمواصفات حديثة من شأنها تحسين ظروف استقبال الأطفال حيث من المرتقب أن يستقبل هذا الفضاء أزيد من ألف مسافيد ومستفيدة إلى مراكش حيث التألق مغربي في ثاني أيام منافسات الدورة السابعة للملتقى الدولي مولاي الحسن لألعاب القوى للأشخاص في وضعية إعاقة موعد يشارك فيه أربعمائة وخبسون عداء وعداء يمثلون أربعة وأربعين بلدا خليج شخمان ومحمد تونينة وصل الأبطال المغاربة جمع الميداليات في اليوم الثاني من الملتقى هذا اليوم تميز بإجراء عدد من المسابقة التقنية كرمي الرمح ودفع الجلة ورمي القرص وغيرها على منصف الذكور والإناث الأداء والتتويج رفق الأبطال المغاربة في معظم المسابقات الحمد لله المنافسة كانت كانوا بنات عندهم أوقات جيدة من الحمد لله قدرت نكيب سبق ونحصل على المرتبة الأولى بتوقيت شخصي جديد نحن على استعداد إن شاء الله البطولة العالم اللي أتقام في فرنسا الدهبية فيها عندها وحد القيمة وخصصا أرقام ديولها مؤهلة لألعاب الأولمبية بطولة العالم وأيضا الألعاب الأولمبية اللي أتقام في باريس عندها وحد القيمة كبيرة وخصصا تساهم في ترتيب ديال المغرب بين هذة الدول المشاركة يعني أكيد عندها وحد القيمة كبيرة وباش إن شاء الله نتمنى والميتي يكون في القاديم حسن ومشاركة أكتر بالنسبة لهذا الملتاقة صراحة هو واحد فرصة زوينة بالنسبة اللي زاطلت للمغاربة للي كي يجي وشاركهم براء المغرب بالنسبة له هذه أول مشاركة فهي تجربة جديدة بالنسبة له كتشوف أجواء ديال انكمبيتيسيون انترنسونال مشي بحر كمبيتيسيون ناشونال كتتعرف على الزاطلت الملتقى يعرف حضور أبرز الأبطال من مختلف دول العالم ومنهم كثير ممن توج في بطلة العالم وفي الألعاب البراليمبية الأخيرة ما أضفى قوة وتنفس كبير إضافة إلى التنظيم الجيد للملتقى ككل أنا جيد سعيد بالتواجد في هذا الملتقى بمراكوش التنظيم جيد جدا ونحن نتطلع إلى الاستمرار بشركتنا في السنوات القادمة لنحقق تقدم كبير غدا يختتم ملتقى مولاي الحسن لألعاب القوى للأشخاص في وضعية إعاقة بإجراء مجموعة من المسابقات النهائية وفيها يختبر الأبطال المغرب خصوصا في سباقات السرعة ولعنة الإصابات تبعد لجوم كرة القدم الأوروبية عن الميادين باريسان جرما يفتقد إلى خدمات أربعة من لعبيه تقدمهم البرازيلي نايمار ونفس الوضع يعيش وريال مدريد حيث يعاني هدفه الفرنسي كارين بنزيما من الإصابة تيسام مدريس بعد إقصائه في ثمون نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على يد العملاق البافاري باير ميونيخ إذ انهزم ذهابا وإيابا نادي باريسان جرما الفرنسي أكد وفي بيان رسمي أنه ودع تشامبيونز ليغ مستخلصا ثلاث إصابات طالت قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس الذي سيغيب لمدة عشرة أيام بداع الإصابة فيما خضع المدافع نوردي موكيلي لجلسات علاج للتعافي من إصابة على مستوى الركبة فيما من المنتظر عودة تدريجية للدولية المغربي أشرف حكيمي إلى التدارب الجماعية بعد تعافيه من إصابة عضلية ما قد يؤكد غياب الثلاثي عن مواجهة السبت أمام ستاد بريست ضمن الأسبوع السابع والعشرين من الدورية الفرنسية الممتاز في كرة القدام والإصابة التي أنهت موسم النجم البرازيلي نيمار أجبرته على الخضوع لعملية جراحية كانت ناجحة في الدوحة القطرية نيمار عاد في السنوات الأخيرة من إصابة على مستوى الكاحل الأيمن ما استدعى إجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط لتفادي تكرار معانته مع الإصابة ونجم النادي الملكيريا المدريد الإسباني كريم بن زيما بدوره يغيب عن نزال فريقه في الليجة أمام إسبانيول إضغاب عن الحصة التدريبية بسبب مشكلة في الكاحل واكتفى بالتدريب بشكل منفرد تابعنا وإياكم في هذه النشرة المغرب يحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثانية على المستوى القاري حسب تصنيف البنك الإفريقي للتنمية لأقوى الاقتصادات في إفريقيا من حيث مؤشر التصنيع تزويج القاصرات إشكالية تطرح تداعيات اجتماعية ونفسية خطيرة على الفتيات وضمن النشر لامسنا الأسباب والمقاربات التي من شأنها معالجة الظاهرة ومن الرباط الإعلان عن انطلاق المشاورات الوطنية والجهوية لبلورة استراتيجية ملائمة للتنمية المستدامة الأبطال المغاربة يواصلون بمراك يواصلون بمراكش تعلقه في منافسات الدورة السابعة للملتقة ولمولاي الحسن لألعاب القوى للأشخاص في وضعية إعاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر